مساء الخير لكم والسادة المشاهدين أعتقد أن هذا الاجتماع جاء بعد العديد من الأحداث التي شهدتها تلك المنطقة ومن يقرأ ما بين السطور هذه النقاط والبنود من الاجتماع يقرأ فيها تماما أنها بنود مفروضة ومطلوب العمل عليها من الذي سيقوم بها هو القوى التي تصنف نفسها أنها قوى ثورية سورية وبطلب من تركيا هذا واضح بقراءة ما بين السطور وطبعا هناك تناغم بين قوى المعارضة السورية لإحلال هذه البنود والقيام بها ندرك تماما أن كان هناك غليان ببعض الأصوات التي تندد بالكثير من الأمور خاصة خلال الفترة الماضية ربما كان الظاهر هو معبر أبو الزندين ولكن كان هناك أيضا بعض الاعتقالات لصحفيين ولأشخاص مؤثرين في تلك المنطقة تركيا تعمل باتجاهنا الأول هو ضبط هذا الحراك الذي يخرج بين ألفين والأخرى ضد تركيا على أن لا يتم عادته مرة أخرى والأمر الآخر هو شرعانة موضوع معبر أبو الزندين الحقيقة إن كان هناك هو بالفعل أي معبر ربما يساهم إنسانيا أو خدميا اتجاه المجتمع وهذا طبيعي يعني غالبية المناطق السورية هي مناطق محاصرة وهي بحاجة لفتح المعابر فيها لكن للأسف الشديد المشكلة هي أن هذه القوى قوى الثورة والمعارضة التي حاولت على مدى أعوام أن تظهر للحاضنة الثورية أن تواجد النظام في مناطق مثل شمال وشرق سوريا والمعابر الموجودة في شمال وشرق سوريا هي بين قوسين نستطيع كما هما كان يوصفون أنها عمالة للنظام لكن اليوم هم نفسهم بعد فتح هذه المعابر يريدون أن يقنع الناس أن هذا حالة حالة إنسانية وهذا مطلب شعبي وخدمي يساهم بدعم الناس النقطة الأخرى من البيان يبدو أن البنوط تظهر تماما أن هناك دفع باتجاه إبراز شخصية الحكومة السورية المؤقتة مقابل القوى الأخرى ندرك تماما أن الاجتماع الذي حصل كان هناك تواجد الحكومة السورية المؤقتة وهيئة التفاوض والاعتلاف الوطني ولكن هناك إبراز لدور الحكومة السورية المؤقتة لتكون هي القوى الأعظم وندرك تماما أن هذا سببه يعود أن رئيس الحكومة المؤقتة يعبر عن نفسه كشخص تركي أكثر مما يعبر عن نفسه كشخص سوري ويبدو أنه خلال الفترة الماضية استطاعت الحكومة المؤقتة أن تميل إلى تركيا أكثر من الميل إلى جانب الشعب السوري وكانت مساهمة تماما عبر الشرطة العسكرية وعبر الفصائل باعتقال الأشخاص الذين قاموا بالتنديد بتركيا شاهدنا بعض الأشخاص الذين قاموا بحرق العالم التركي ظهروا على القنوات التركية باللغة العربية وهذا يظهر تماما دور مشاركة هذه الحكومة هناك بند آخر ربما يورط الاتلاف الوطني السوري يطالب الاتلاف الوطني السوري بالدفاع عن الجيش الوطني السوري أمام المنظمات الدولية وهذا يدرك تماما أن اسم وسمعة الجيش الوطني السوري باتت سيئة من حيث الانتهاكات وهناك مطالبة بأن يقوم الاتلاف بالدفاع عنهم أي أن يكون الاتلاف أيضا ضمن هذه الخانة الأمر المريب أنه بعد سبع سنوات من تشكيل الجيش الوطني السوري الذي تأسس عام 2017 أو 2016 هناك مطالبة بتأهيل هذا الجيش يعني تخيل بعد سبع سنوات أن يتم تأهيل هذا الجيش إذن هذا الجيش على مدى السنوات السابقة هذا اعتراف ضمن بأن هذا الجيش قام بالكثير من الفساد والانتهاكات وهو يقوم بها حتى اليوم وأنه بالحقيقة لا يعبر عن أن يكون جيش وطني لسوريا بل هو مجرد جيوش مرتزقة وشاهدنا وجودهم في دول أخرى وهم يقاتلون إلى جانب دول أخرى أيضا بند المعابر أعتقد أن هناك استغلال لضم بند المعابر كي يكون هناك شرعنا لمعبر أبو الزندين وهذا سيكون أمر واقع بالنسبة لأهالي تلك المناطق على أن يتقبلوا ذلك أعتقد أن المسألة إن كانت إنسانية يجب أن يكون إنسانية على جميع السوريين ويكون هناك دعوة دائمة لفتح المعابر لجميع المناطق ولكن يبدو أنهم سيعتبرون هذه مسألة إنسانية لأن هذه أحد بوادر التطبيع مع النظام السوري أيضا شاهدنا ضمن التقرير هناك شكر لدولتين تركيا وقطر على المساهمة بدعم تلك المناطق ودعم الجيش الوطني السوري والمعارضة السورية وهذا أيضا أعتقد يدل على ارتباط هذه القوى مع هاتين الدولتين فقط برغم أن عمل العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تعمل على مساعدة السوريين هناك لم يظهر في هذه البنوت فقط الدول التي تقوم بدعم السلاح وتقوم بدعم الاستخبارات أكثر وتفرض نفسها أكثر هي التي استحقت الشكر من هؤلاء إذن في النهاية نرى أنه لا يوجد أي صورة وطنية واضحة في هذه البنود ليس هناك أي إرادة لأي قوى سورية أعتقد أن البنود فرضت على هذه القوى وستقوم بتنفيذها لأنها ليس لها قوى هي خسرت الحاضنة الشعبية على الأرض وهي خسرت الصداقات الدولية مع المجتمع الدولي والآن لا تستطيع أن تفعل شيء إلا بأوامر من تركيا وقطر على سبيل المثال هو هذا البنود سيد سردار هذا الاجتماع الذي يخص فتح المعابر ألا يمكن أن يشير إلى أن هناك اتفاق بين النظام التركي والحكومة السورية لإجراء أولى الخطوات في طريق التطبيع بين الطرفين حتى ولم يكن هذا الاتفاق هو علني ربما يكون اتفاق ضمني أو تفاهم ضمني بين الجانبين بخصوص التطبيع يعني العلاقات الظاهرة بين الطرفين لم تظهر حتى الآن ولكن العلاقات الضمنية لم يتم نفيها تماما فأنا هناك دائما حديث أن هناك علاقات استخباراتية بين الدولتين منذ عام 2011 وقبل عام 2011 وحتى في عز الصراع السياسي ما بين الدولتين كان هناك تنسيق تنسيق أمني ولكن الآن يبدو أن هناك ظهور للسطح بأن يكون هناك علاقات بين الطرفين ونرى منذ مدة يعني منذ أشهر تركيا تحاول أن تأخذ العديد من الأمور باتجاه الحقوق النظام السوري لكي تقوم بتطبيع معه النظام السوري لديه شروط أعتقد أنها واضحة باتجاه الأتراك ولكن يبدو أن تركيا تحاول أن تعمل على بوادر حسنية اتجاه النظام السوري لأجل مصلحتها وليس لأجل مصلحة أحد تركيا خلال السنوات الفائتة خاصة أن سياسة أردوغان خسرت العديد من الصداقات الخارجية وابتعدت عن نظرية صفر مشاكل لذلك تحاول مثلها مثل عديد من الدول أن تقوم بمبادرات اتجاه النظام وندرك تماما أن تصريحات تركيا وما قامت به تركيا تجاه النظام السوري لا يمكن أن يوصل الطرفين بسهولة ولكن ربما تشارك تشارك الآن روسيا بذلك ولكن النظام السوري واضح بمطالبه حتى الآن لا ندرك إن كانت هذه المطالب ستكون مستمرة أو يتم التنازل عنها مثل انسحاب تركيا من الأراضي السورية ولكن تركيا تعمل بشكل سريع ووتيرة سريعة على محاولة يعني قبول النظام لها بفتح المعابر بعرض المناطق التي تحت سيطراتها للنظام ببيع ورقة المعارضة السورية ولهذا هي تفرض اليوم فتح هذا المعبر أنا بالنسبة لي أي معبر إنساني يساعد الأهالي هو محق أن يكون أن يكون موجود إن كان في الشمال غرب سوريا أو في شمال شرف سوريا نعم سيد سردار كمان أيضا تعاني تعاني من إغلاق المعابر ولكن يبدو أن المسألة تأخذ بعد آخر وهذه القوة ساهمت وشوهت صورة المناطق الأخرى بتواجد النظام والمعابر فيها نعم كنت معي من برلين سيد سردار مال دروي صحفي ومدير شبكة آسو الإخبارية أشكرك جزيل أشكر على هذه المداخلة